إجراء اختبارات كورونا في المدارس لتفادي إغلاقها هذا ما أوصت به منظمة الصحة العالمية مضيحة أن بعض الظروف تحتم إجراء الاختبارات وأيضاً للحد من التأثيرات الضارة للتعليم عن بعد ففي بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو قالت منظمة الصحة العالمية إن أشهر الصيف توفر فرصة قيمة للحكومات لوضع مجموعة إجراءات صحيحة تساعد على تجنب اللجوء إلى أغلاق المدارس مع الحفاظ على معدلات إصابات منخفضة وأضافت المنظمة أن أغلاق المدارس كما شهدناه له تأثيرات ضارة على التعليم والسلامة العقلية والاجتماعية للأطفال والشباب وشددت على أنه لا يمكن السماح للجائحة بسرقة تعليم الأطفال وتنميتهم ووفق التوصيات الجديدة يجب إعطاء الأولوية في اختبارات المدارس للأطفال الذين يعانون أعراضاً تنفسية حادة مهما كانت درجة خطورتها وأيضاً في حال كانوا ينتمون إلى مجموعات معرضة للخطر وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضاً إلى ضرورة إخضاع تلامذة المخالطين لاختبارات حتى لو لم تظهر عليهم أعراض لكنها لم توصي بإجراء أي اختبارات في المدارس التي لم يتم اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها وبالنسبة لوكالات الأمم المتحدة فإن أغلاق المدارس يجب أن ينظر إليه فقط كملاذ أخير عندما يكون هناك تفشي في الإصابات لا يمكن السيطرة